سيد هديل السيد السوداني بحاجة للتعاون السياسي حتى يتمكن من تشكيل حكومته هل كل الكتل مستعدة؟ هذا السؤال لازم يتكرر ويتم يعني تكراره بحاجة صحية يعني ظاهرة صحية بأنه الكتل السياسي يجب أن تستذكر كل دقيقة وكل ساعة بأنه يجب أن لا تتدخل وأن تعطيه الحرية لكي نعصب برأس الفشل أو النجاح رح تكون مستعدة للتعاون ويا بعيدا عن المصالح؟ كلام واضح أحسنتم أستاذ ياس أستاذ ياس هذه المرحلة مرحلة تشكيل الحكومة الحالية تعتبر من أصعب المراحل اللي مرب فيها العراق فاليوم النجاح السوداني في تشكيل الكابينة الوزارية فسوف يكتب اسمه بحروف من ذهب في التاريخ كون استلم الحكومة حكومة هشة تملأها المحاصصات الاختلافات الداخلية والدولية بسبب المطامع الخارجية نشارع محتقن وملتهبة نعم وسط تساعدات الجانب من التيار الصدري وسط سقوط الصواريخ أثناء انتخاب رئيس الجمهورية وجلسة تكليف رئيس الوزراء إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين السياسيين كل هذه الأمور أدت إلى أن تكون الحكومة العراقية في عهد الكاظمي أن تكون هشة فاليوم السوداني من استلم هذه الحكومة اليوم النجاح فيها فهو سيذكر اسمه في التاريخ ومهم مساعدة باقي السياسيين لإنجاح هذه الحكومة لأن نجاحها سيكون نجاح لكل العراق العراقيين يعني فاليوم الكل لابد أن يتعاملوا ويعطوا فرصة وخصوصا أن السيد السوداني توجد هناك وجهات نظر وهناك إلى مقبولية واسعة احنا شاهدنا حسب تحليلاتنا وحسب متابعتنا للشأن الواقع والسياسي بالعراق احنا شاهدنا حتى احتفالات بدت بكافة المحافظات أكو إلى مقبولية احتفالات بتكريب السيد السوداني نعم نعم تابعنا يعني احنا هذا الموضوع حقيقة احنا ما كنا متوقعي أن نشاهد ولكن نشوف بعض الأهالي قلت عم ما يجوز لا هي المواطنين وبكل المحافظات خصوصا في بغداد اللي يشلل أن المواطن جدا استاء من الوضع اليوم غلق الطرق المظاهرات المطالب المشروعة للمواطنين مون نستحقاقهم الشباب أن يطالبون فاليوم الكل يصبوا إلى تشكيل الحكومة وللخروج من العراق من أزمة السياسية اللي مر بها وهي تعتبر أصعب مرحلة مرت على العراق إضافة إلى تجنب العراق من دخول وزجه في حكومة الطوارئ حقيقة احنا كل بات في خطر إلى أين سيمضي العراق في حال لم يتم تشكيل الحكومة ولكن في يوم تشكيل الحكومة وتكليف السيد السوداني هناك نرى أكو تفائل وتأملات من قبل المواطنين وحتى السياسيين والدليل أنه تم ترشح حتى من قبل نواب مستقلين تم التصويت لرئاسة الجمهورية كي تمرر تكليف السيد السوداني